طيب نكمل بقى وزي ما كريم طمننا كده وطمن حضراتكو على سلامة المنتخب خلينا نطمنكو كمان على تدريبات المنتخب بس نتكلم الأول ونهني بس احنا كل يوم عملين نهني حد من رجالتنا فدي حاجة بجد يعني بجد بتخلينا فخورين عمر السلية لازم نباركله لأن الكاف اختاره أو اختار الأسست بتاعه تحديدا العمل والصلاح لو فاكرين وسجل منه هدف أمام غينيا بيساو أفضل أسست في دور المجموعات فعايزين بقى ان شاء الله أسست تاني وهدف أمام كمان القدفور وفوز بإذن الله عظيم كده ومطش يكون حلو يسعيدنا ويشرفنا كلنا بارح كمان اللاعبين وصلوا تدريباتهم زي ما بقول لحضراتكم بمشاركة الجميع باستثناء محمود حمدي الوينش اللي بدأ تدريبات يعني منفردة بالكرة ده ضمن مرحلة تأهيل واستعدادا للمباراة القادمة أمام منتخب القدفور إن شاء الله يرجع بالسلامة كل اللعيبة المصابين بإذن الله يبعونا بألف سلامة طبعا مبروكة السولية والحقيقة دايما أسستات السولية على مزاج حضراتكم بتتعب لبزات لما بيكون فايق بقى وبصح صح لا بيلعبها كلها بمزاج